اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكبر من الذنب وقد قال الصالحون لا تنظر الى صغر الذنب وانظر الى عظم من خالفت انت مين خالفت في هذا الذنب انت لما رحت تدخل الى مواقع فيها صور شريرة وتتابع هذه المواقع والصور انت خالفت من انت خالفت ملك السماوات والارض الذي ارسل لك رسالة لا يوجد مثلها في القرآن الا في هذا الموضع قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يعملون من اجل ان تستشعر عظمة المأمور به بعد هذا يأتي انسان يقول ايه شو عم نساوي يعني واذا انا دخلت الى مواقع واذا نظرت المهم ما ازيت حدا يا اخي انا عم بئزي حالي وانت تستخف بأذية نفسك وانت تستخف بمخالفة جبار السماوات والارض لا تنظر الى صغر الذنب وانظر الى عظم من خالفت روى الامام احمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب محقرات الذنوب يعني الذنوب التي يراها احدنا حقيرة صغيرة شو هات شغلة كتير صغيرة شو يعني اختبت واحد انا شو يعني كذبت هاي كذبة صغيرة يا اخي ما لا كذبة كبيرة كذبة بيضة اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه استصغار الذنب شر من الذنب جاء في الخبر المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف ان يقع عليه راحت عليه صلاة الصبح الله اكبر بتلاقي كأن جبل وقع على صدره تكلم مع امه كلمة بصوت عالي بتلاقي حاسس بضيق في ليله ونهاره نظر نظرة حرام يؤلمه قلبه كأن ثقلا موجودا على قلبه امتدت يده إلى الحرام تقلقه هذه المسألة مرارا يا أخوان والله مر مرتين ثلاثة أربعة جاءني شباب يقول أنا من عشرين سنة امتدت يدي إلى الحرام أخذت مالا من جدي بدون إذنه مالي مرتاح أبدا شو بدي أعمل الله أكبر شايف المؤمن ضيقه كربه عشرين سنة مادد إيده على مال جده آخذ ألف لما عشر تالاف لما خمسة تالاف ماله مرتاح عشرين سنة هذا المؤمن يشعر كأن جبلا على صدره إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فقال له هكذا ما ساوين شيء محيناها أخي خلاص إن الله غفور الرحيم هذا الدليل أنه منافق ما في إيمان لو كان في إيمان كان يستشعر عظمة مخالفة أمر الله عز وجل فالإصرار على الذنب شروا من الذنب واستصغار الذنب شروا من الذنب